اشتركوا في القناة وانا مستقبل بنكمنناه خلينا نبتدي من الواقع الحالي وعلى الأخص في منطقة المغرى حضرتك زورت طبعا لأن ده مجالك الأساسي ومن سنين طويلة حضرتك متواجد في المناطق المختلفة للأراضي الزراعية على أنحاء الجمهورية حضرتك زورت منطقة المغرى وشفت الواقع الموجود بخصوص الزراعات خليني أسأل حضرتك عن رؤيتك للواقع وننتقل من رؤيتك للواقع للمستقبل لحضرتك بتتمنيه كمتخص تمام حضرتك أنا فعلا روحت المغرى وعملت فيها سنين هناك وبرضو مناطق اللي هي زي الفرافرة رؤيته هناك إن فيه شركات كبيرة عاملة شكل كويس جدا دي عندها الطقم الفن بتاعها وعندها المختصين دلها غبارة عليهم إن كان فيه بعض السلبيات شوية لكن بيتفادوها ايه مع الوقت أنا بتكلم عن صغر المستثمرين أو الناس اللي هتاخد ايه المرحلة دي توزيع الأراضي فيها شايف هناك زراعات ما نجحتش بطرق معينة موضوع مش صعب موضوع يعني فيه بس نعرف ايه اللي خلى الناس دي فاشعلت في الزراعة هناك فيه زراعات عشوائية مش مبنية على الأسلوب العلمي الصحيح يعني الأول رؤية بالنسبة لحضرتك شفتها في منطقة المغرى إن الشركات اللي موجودة من فترة طرقتها في الزراعة أكثر تنظيما من الأفراد اللي بيشتغلوا بشكل ربما نقدر نقول عليه عشوائي بالضبط كده عشوائي ومش مبنية على الأسلوب العلمي لأنه ما فيش قاعدة بيانات عندهم إيه اللي ينفع هنا وإيه اللي ما ينفعش هنا المناخ نفسه بتاع منطقة المغرى ومناخ الفرفرة ليه محاصيل معينة بتجود هنا وبتجود هنا فطبعا الناس هناك لسه برضو نقدر نقول ما عندهمش الخبرة الكافية ما فيش قاعدة بيانات ما حدش بيدلهم صح فعاوزين نعمل يعني كنا بنقول إن ده الواقع فيه زراعات عشوائية مش ببنية صح ما فيش ربط بين المزروع وبين التصنيع مش عادي فكر في التصنيع هناك غير شركتين مش عاوزين نقول الأسامي يعني دول الماشين كويس وبدأ يشتغلوا في مجال الجوجوبة بنتمنى اللي هناك بقى الناس الجديدة يبقى عندها قاعدة بيانات تزرع الحاجة العزاء السوق المحلي والتصدير خلينا بس نقول إيه هي سلبيات الزراعة بالعشوائية يعني من غير تنظيم من غير تربيت ما بينها وما بين السوق واحتياجاته وما بين المزرعة والجار اللي بيكون على الحدود يعني هما الاتنين على الحدود مع بعض طبعا لازم يكون فيه تعاون بداية حتى من تقسيم الأرض وحفر الأبار وغير 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 من أوجه التعاون لما بينهم خلينا نقول حيترطب على العشوائية دي إيه من السلبيات أولا هناك فيه ناس حجرت المكان لصعوبته لأنه زي ما قلت حضرك الزراعة عشوائية مش مبنية على أي قاعدة بيانات بيزراعوا المحاصيل اللي جرهم زرحة ومن غير أسلوب علمي لأنه رايح هناك للاقي مركز إرشاد كويس يدد يشده على الطرق الصحيحة الأسلوب العلمي لو كلمنا عن بساتين الفكهة تحديدا يعني ممكن الناس هناك بتشترش التلات مش مضمونة ونقف عند مسألة أهمية اختيار الشاتلة فالرجل بيصرف مصاريف كبيرة جدا بمنتظر عائد كبير من الصصمار كبير الزراعات العشوائية بتحقق الوش كده لا بالعكس ده بيشتغل وبعدين بيقف لأنه مفيش ستدامة العنصر للصرف فبيقف بعد كده لأنه لا زراعة مبنية على أسلوب علمي ولا قام بالعملات الزراعية مضمونة ولا ربط الخطة بتاعته المزروعة بخطة التصنيع ولا عنده فكرة عن الحاجات دي كلهم ناس محترمة طبعا بس زرعوا زراعات عشوائية مش شركة كبيرة عندها صطف وعندها كذا فخطورة الزراعات العشوائية هي هجرة الناس للأراضي دي لأن المكان هناك لسه جديد ولسه مفيش خدمات كتير وفيه مشاكل كتير من أهمها طبعا إذا ما حدك عرف العمالة وعدم توفر الإمكانيات ده كله مع الزراعات العشوائية الناس بتفشل فيه وعدم وجود الإرشاد طبعا الزراعي جدا يعني ده الواقع اللي هناك الوقت المعادة موجود جهاز إرشاد قوي أنا رحت هناك الناس فعلا مش لقى أحد يدلها صح بتزرع بطريقة صح يعني غالبيتهم مثلا الناس بره مسافرين وناس بتقوم لهم على عمل هنا الناس بتبعت لهم في الوسبي يشتغلوا يريد حتى بيشتغلوا بسلوب صح لا الزراعا مش مظبوطة يعني مثلا وده حل مش منطقة المقرأ بس على فكرة ده حل كتير من المناطق إنه بيزرع وزراعا مش مبني يعني واحد شاهد برطاقا نصيفي شغال بيزرع برطاقا نصيفي ما يعرفش السنادي عالي مفيش قاعدة البيانات الدولة ما بتدهمش أو وزارة الزراعة ما بتدهمش قاعدة البيانات يزرع إيه وما زرعش إيه مفيش نشرات شهرية تقدر تقول لهم إزرعوا إيه وما زرعوش إيه السوق محتاج كذا أو مش محتاج كذا سوق التصدير محتاج كذا لازم هناك يعني الواقع ده يتغير لأن الناس دي بتصق يعني أنا بقولي الملوس فدان مش ملك الناس اللي اشتروا ده ملكنا كلنا وده خيادة السياسية والدولة بتقول الموضوع ده اهتمام كبير جدا أكيد يا فندم وزارة الزراع يا فندم ملهاش أي بصمات تجاه الأراضي الزراعية والنهود بيها ومساعدة الفلاحين أو المستثمرين الموجودين في المناطق البعيدة دي مفيش أي بصمة للوزارة إيجابية هو اللي عاود حضرك حاجة هو دور الوزارة إيه دور الوزارة هنا تنجح المنظومة اللي شغالة من حيث الانتاج من حيث التسويق لا احنا مش شايفين كده يعني هل يعقل أن الوزارة والإرشاد يا فندم والإرشاد طبعا هل يعقل الوزارة تبقى موجودة في الجيزة والأرض في المغرى لو حصلت مشاكل هناك أو سلبية معينة هيقدر عليك هزاي احنا بلو يريد تكون فيه إرشاد أو مركز خدمة مستثمرين خاص بوزارة الزراعة يقدر المركز ده يعمل إرشاد قوي للناس اللي هناك ويزراعوا زراعة صحيحة ما يصرفش متوقع عائد كبير ويطلع عائد صغير والتالي بيهجر ليه الأرض والأرض دي صروة صروة بتاعتنا كلنا فهنا في الموضوع المنوني سفدان عايزين كلنا نتكاتف عشان ننجح المشروع ده وزارة الزراعة له هضف كبير جدا أنا مش شايف كرؤيتي يعني الموضوع يضار من بعد كده لازم يضار من قرب يبقى فيه مركز خدمة مستثمرين المركز ده بيدير العملية كلها من أول تحليل الطربة من أول تحليل الميا العملات الخدمة كلها بتقوم بشكل سليم التسويق للمنتج مش حد يزرع كده وخلاص وبعدين زي ما حصل السنة دي البطار نصري كانت سرفات الكامب كان بسعره كتير جي ستة جنيه وسبعة جنيه زنادي بخمسة وتمانية أشو بجنيه وهكذا الرمان تزرع هناك وفشل لعدة أسباب لها مش مابنية على أسلوب صح الزيتون لوقتي خايفين الزرع ويطلع برضه نفس المشكلة فيه زرعات كتير زيتون عايزين ندعم بقى الفكرة بجهود بجهود جهاز إرشاد قوي من الوزارة يضمن نجاح عاملت للأستثمار هناك في المغرى وفي الفرافة أكيد يا فنم لو تسمح لي أستقبل تصالت لي فوني أستاذ طاها من بني سويف أهلا بيك يا فنم أهلا بحضرك مساء الله خيه مساء النور لو سمحت ممكن أن تسؤال للبشمهندس اللي منورنا يعني كده والكلام أصدق يا فنم يعني عاوديين رشدة تعمل نشتغل بيها في الأراضي المساطة حيديديه ده وتكون على أساس صح وعلمي وكده منحس الزراعة ومنحس التسويق حاضري يا فنم نجاوب لحضرتك على السؤال بشكر اتصالك يا فنم هو المتصل الكريم طالب من حضرتك رشدة أنا عارفة طبعا أن كل منطقة تختلفها من منطقة تانية والأرشادات ممكن تكون هنا معاكساً هنا فخلينا نقول على وجه عام الخطوط العريضة اللي المستثمر في الزراعة ياخد باله منها ويتبعها أول حاجة وجود رأس المال القوي لإدارة عملية الزراعة واستدامة عنصر الصرف على المشروع لازم اللي داخل عارف الفدان بيتكلف كام هيجيب لي الانتاج بعد كام سنة هوصل لمرحلة أن أخد فلوس من المشروع إمتى لازم يكون مرتب حالي على رأس المال القوي في المناطق البعيدة دي يعني أبتدي بدراسة جدوة شاملة للمشروع قبل ما أبدأ الدرسة دي بتحدد لي كل محصول الفدان بتكلف كام منه دي نمرة واحد إن أنا أحدد رأس المال قوي لإن المناطق البعيدة دي اللي حضرك لو بتصرفي مثلا في تاريس كنديرس صحراوي جنيه إنها بتصرفي 2 جنيه لإن المنطقة بعيدة وفيه تكلف كتيرة يعني لحاجة مضعفة فلازم أخد بالي من تواجد استدامة عنصر الصرف يعني استدامة عنصر الصرف إذا حديك عارفها يعني أبدأ أصرف لحد ما أخد أوصل لحدها الانتاجية يبقى عندي الملاءة المالية اللي تسمح لي بالصرف على المنتج أو النبات لحد ما أبقى عارف إن الحصاد معايده كذا جزب كده أنا مجهز في دراسة الجدوة دراسة الجدوة بتاعتي أكون مجهز فيها العامل ده عامل الوقت والمبالغ المطلوبة اللي أنا هتم هعمل على صرفها حتى الحصاد تمام نمرة اتنين الخبرة الفنية بغزو الصحراء الموضوع مش هنقول مستحيل لكن بقول عاوز دراسة أي حد بعمل أي مشروع لازم يدرس المنطقة كويس ويدرس آليات اللي تقدر تنجحه فيها الموضوع الخبرة الفنية ده أنا لو ما عنديش خبرة فنية أشتري الخبرة الفنية حد يكون عنده دراسة على فكرة المهندس العملي غير المهندس النظري الدكتور العملي غير الدكتور الأكاديمي لازم حد عملي يبقى كويس يدين الخبرة الكافية لنجاح حاملة الزراعة لأن الصحراء زي ملوها لها كده بالبلد هول بتاخد فلوس كتير لازم يكون عندي خبرة فنية توجيه لعنصر الصرف فين في المناطق اللي تستاهل صرف فيها يعني نمرة اتنين منقول ايه الخبرة الفنية لازم يكون في خبرة فنية بالمنطقة ودي طبعا هنرجع تاني منقول ايه مركز خدمة مستثمرين في المنطقة تابع لازم يحصل تناغم وتفاعل بين وزارة الزراعة وبين شركة الريف وبين المستثمر تلاتة دول مسلس لشان نجاح حاملة الزراعة هناك من وقع خبرتنا الطويلة هناك منقول يا جماعة مش هننجاح هناك الا بالتلاتة دول وزارة الزراعة شركة الريف المستثمر يقع فيه تناغم وتفاعل هناك والخبرة الفنية انقل جزء من وزارة الزراعة هناك ليه افضل قدير الموضوع هناك من الجيزة وانا عندي هناك الواقع العمل هناك لان ما فيش حد منهم هيوافق انه يروح هناك لازم ببساطة جدا ما فيش ادوات للحياة لازم نعمل بقى المجتمع العمراني حضرتك نعمل لازم نفكر في المجتمع العمراني لازم نكون فيه حاجة تجذب الناس انها تعيش هناك وتشتغل اقامة مجتمع زي ما حصل في النبارية وحصل في الموقع كتير جدا اقامة مجتمع عمراني فيه آليات الحياة ما هنلازق عشان انجاح حضرتك لازم فيه ازراعة وصناعة واتجارة هزرع وهصنع وهكسب لكن ما نفعش اروح ازرع كده وبجازة 23 اهجر الموضوع فالخبرة الفنية نمرة اثنين بعد دراس المال نمرة ثلاثة توفر العمالة المضربة العمالة دي مشكلة الصحراء عدم استمرارية العمالة مشكلة الصحراء انا كان ليا فكرة في الموضوع العمالة ده ان احنا نجيب دبلومات الزراعة او خرجين مدرسة استنمائية الزراعية واعملهم دورات خاصة تبع الوزارة او تبع شركة الريف بالمناطق هناك واقطنهم هناك والتجربة دي حالي عملتها عملتها في الفرفرة سنة 2010 جبت ناس واقطنتهم من القرى الفقيرة في محافظات اسيود وصهاج واقطنتهم هناك في مشروع قائم بذاته في منطقة الفرفرة والناس دي بتاخد مكافئات سنوية برضو عشان يحس ان العمل ده بتاعه وما يهجورنيش ويسيبني بعد سنة بعد ست شهور لا بضمن استمرارية العامل ان انا بدي له جزء ارباح سنوي من المشروع لما ينجح ده انا باقترح ان مسألة الخرجين السنوية الزراعية يعملهم دورات كويسة والناس عندها استعداد انها تفهم واعملهم مستقبل كويس وحياة كريمة يقدر عيش هناك بحياة كويسة ويقدر شايف ان فيه فرصة عمل هناك وده الامل اللي هو في مسألة العمال هناك وعدم استمرار العمالة فترات طويلة هناك ان ده بيهدد لي الشغل ماقدرش اعمل شغل واعمل انتاج واعمل بشروع كبير وانا هلاقي العمالة بتنبسهبني بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة فلازم اعمل له مستقبله لازم يكون فيه حياة كريمة للعامل ده او للخرجين السنوية الزراعية وحيث انها يستقبل من الكلام او من الخبرة الفنية الكلام يقدر يعمل حاجة الصحة وكمان يا فنلم اضيف لو حركت اسمح لي على مقترح حضرتك استخدام الالات الحديثة اللي بدأ العالم كله يستخدمها علشان يقلل من الرسك المخاطر الخاصة بالعمالة ومعدل الدوران اللي يمكن مشكلة من مشكلة مصر معدل الدوران السريع للعمالة فالاعتماد على الالات في كتير من مشروعاتنا وخاصة البعيدة والموجودة على الاطراف والبعيدة عن المدن ده موضوع مهم جدا جدا لازم احطه في اعتباري في دراسة الجدوى وده هيخلي الريسك يقل جدا انا معاكي ان استخدام الالات كويس جدا بس برضو عندنا عمالة لازم تشتغل لازم نفتح دامجال لازم نضربها على الالات دي العمالة دي الالة دي من غير واحد مش هتشتغل من غير عامل فني كويس فاهم خبرة مش هتفتق يشتغل لازم العامل ده ااهله واخليه اشتغل لفترة جويس عشان يستخدم الالة لو تسمح لي معايا اتصال استاذ محمود من الجيزة اهلا بيك يا فندم اهلا بدي حضرتك يا فندم فضل يا فندم اهلا بيك بشمانت رايب ده حضرتك اهلا بيك استاذ محمود انا عندي سؤال بس يا بشمانت اتقاله حضرتك فضل يا فندم ايه اهم المحاصيل المباشرة لطبيعة المناكف الفرفرة والمطارة الفرفرة يعني ده الفرفرة بتيزرع فيها كل حاجة ما شاء الله الحقيقة المحاصيل هناك كتير فعلا اتفضل اه اتفضل اه زي ما وحدك بتقولي هناك فيه ارض كويسة جدا وفيه ميا كويسة جدا ميا معدنية فندم ماشاء الله 300 جزء في المليون واللي هنا تجربة كبيرة زرعنا فعلا زرعنا فعلا زرعنا كنت محاصيل كتيرا نكحة بس كان فيه هناك بس حاجة بسيطة ان فيه هناك يعني محاصيل بتجيب دورة رسمال سريعة وتكسبني بسرعة زي هناك وانا الزاتون وانا خيل دول فرسان الرهون في المنطقة الفرفرة ده محصولين لازم نركز فيهم ولازم نشوف آليات زرعة الزاتون ونشتغلها صح بتكسيف زي الحلقة لحدك تفضلت بها كانت حلقة كويسة جدا مبارح مهند الصبح والاستاذ محمد حلقة نكحة جدا وحلقة ممتازة الحقيقة لازم نطور عليها ونكمل عليها تكسيف زرعة مزرع الزيتون ده لازم يبقى أساس ان احنا نعمله في الفرفرة وانا باقترح في الفرفرة يعني نسميها مدينة الزيتون يعني حاجة انها مدينة الزيتون يعني دي مدينة خاصة بشغل الزيتون زراعته وصناعته وإيباط تجارة بتاعته لان زيت الزيتون الوقتي بقى مطلب عالمي ولازم نمشي ثقافة استعمال زيت الزيتون بس نعدل المعلومات المغلوطة اللي عندنا لان الأفاضل اللي يوفنا اللي كانوا مشرفيننا بالحلقة بالأمس يعني بصراحة قالونا معلومات محادش فينا كمجتمع عادي محادش فينا عندهم معلومة دي وخاصة الألية بزيت الزيتون دي معلومة كلنا مش موجودة عندهم لازم بقى ننشر ثقافة استعمال زيت الزيتون لو نشرنا الثقافة دي حضرتك هنخلي الناس تقبل على زيت الزيتون هيسوق داخليا أكتر من الخارجيا يعني احنا هنا يعني أمرات كتير زي ما عارفين في استعمال الزيتون محضرات جواء العقروي يعني لو نشرنا الثقافة دي وكان فيه جهز إرشادي قوي في المنطقة هناك برضو هرجع أقول لازم تفاعل وزارة الزراعة هناك لو أحكي لك على التجربة بتاعة الفرفرة دي احنا من 2010 هناك كنا بنزرع لناس هناك فعلا شفنا أمور صعبة جدا كان لازم الدولة تتفاعل مع الناس هناك في ملايين اتصرفت حضرتك من الناس على أراضي وسابوها لأن ما عندهمش أسلوب صحي في الشوق وملقوش دعم خالص من الوزارة بس وزارة الزراعة يا فندم إلى الآن ما سمعناش عن أي دور قامت بيه في مشروع مليون ونصف الدين يعني ولا تصريح ولا وعدت بتنفيذ شيء معين حتى الإرشاد على الأقل بما أنها المفترض أن عندها كوادر كبيرة جدا جدا تقدر تفيد الشباب ما فيش ولا حتى تصريح من وزارة الزراعة دي حاجة سلبيع جدا ما فيش أي دور بضم صوت لصوتك وبناشد المسؤولين أن يدخلوا ويعملوا فعلا بصمة واضحة في الفرافرة وفي شرق لوينات وفي الغرب غرب المينيا وفي المغرة عايزين دور فعال وزارة الزراعة إذا كان هناك رغبة حقيقية بالنهوض بالقطاع الزراعي في السوق المصري أتصور أن أول حاجة تحصل أن وزارة الزراعة تقوم بدورها لأن أحنا نقول وزارة الزراعة طب نكلم من تاني غير وزارة الزراعة أنها تقوم بدورها تجاه المستثمرين في الزراعة وتحللهم مشاكل زي مشكلة الشتلات الخاصة بزيت الزيتون أسمحي اللي أنا أكمل في الحتة أهمية اختيار الشتلة مش للزيتون بس إحنا المستثمر بيجي يشتري الشتلات من مصادر غير موصوقة بيحصل عنده مشاكل كبيرة جدا أولا بتطلع الأصناف غير الأصناف اللي هو زرح الصنار المنتجة أو كمية الإنتاج قليلة لأن اشتري الشتلات مش مصدر موصوق استرخص يعني زي بي بنقول كده يعني عمل كل حاجة صح وجاء على الأساس الشتلة واشترها من مصدر غير موصوق بيه حصلوا لي طلع الصناف المطابق طلعت كمية الإنتاج قليلة النتيجة عائد صغير لسه صنار كبير فشل المشروع فإحنا لسه بلسه أتكلم حضرتك بقولك يهمية تختار الشتلات ده لازم وزارة الزراعة مش أي حد روح يزرع في الملونس فدان يعني أنا بنادي من هنا ومن غلل المنصة دية إن إحنا نعمل حاجة متكاملة جهاز إرشادي يعني عايز شركة الريفتة تفاعل مع وزارة الزراعة وتتوعد مع كل أعضاء العمليات الزراعية بمعنى شركات الطاقة الشمسية شركات الري شركات الأسميدة والمبيدات المشاتل كل شركات التسويق المحاصيل كل المنظومة اللي عملت الزراعة كلها تقعد معها شركة تريفة على طرابيزة زي كده ونقول لجماعة محد يلازم اللي هيوح يشتغل هناك ونوجه كلام للمستثمرين ما يشتغلش إلا مع ناس مضمونة مبيداتها صح الأسميدة بتاعتها صح وفيش ركابة يفندم المبيدات كلها بتصنع تحت بير السلم وإحنا كمواطنين بناخد الزراعات بالمبيدات السيئة اللي يعني خليني أقوله حركة اللي هي من أهم مسببات السرطان اللي انتشر جدا في المجتمع المصري أنا من هنا برضو أنا أتشرف أن أنا عض في الجمعية المصرية الزراعة المستدامة الجمعية دي بتهدف لزراعة حاجات خالية من طبقيات أو النسبة من طبقيات فيها أولئلة شوية يا ريت برضو يعني هم نوجهه نهاردة كزا دا لشركة الريف حتى المنتج اللي شغال دا يطلع المنتج صحي وآمن غزاء صحي ليا والحضرتك والأولادنا بس يا فندم يعني شركة الريف مش هتعمل كل حاجة شركة الريف منوط لها تأسيم الأراضي وتوزيعها على المستثمين للشباب مين اللي يقدر ملكنا؟ قولنا واحدة وزارة الزراعة يعني أنا مش متخيلة مثلا أنا روح أطالب وزير البترول أنه هو يجي حللي مشكلة في قطاع الزراعة أكيد يعني مش هانيت في الرأسنا في الرأس لازم نواجه المشكلات نهاردة أنا بقول شركة الريف المصري وكفى بيها مسئولية عظيمة جدا أنها تعمل تأسيم للأراضي وتحل المشكلات بتاعة وضعين اليد وغيرها من المشاكل الكبيرة اللي هي شايلها على عطقة كمان أدخلها في غير تخصصها يبقى أنا بكلم هنكلم مين؟ هنكلم مين في مشروع كبير زي كده يا فندم وزارة الزراعة مفيش غيرها مزارة الزراعة لها سلطة مباشرة في الحكام اللي احنا بنقوله ده وجود إرشادي قوي لازم يكون فيه تنغم متواصل بين وزارة وبين شركة الريف عشان نعمل حاجة صح ما هنقول لنا حضرتك أهمية المليون ونصف الدان لنا سد الفجوة الغذائية الناس تتربح اللي رح تشتغل دي تتربح تشغيل إيد العملة ده مليون ونصف الدان كلمية مش سهلة أنا بشوف أن التعاون مش بس ما بين وزارة الزراعة وشركة الريف المصري أنا بشوف أن كل الوزارات كل الوزارات ليها علاقة بمشروع مليون ونصف الدان كل الوزارات بما فيهم وزارة الشباب بما فيهم وزارة الشباب لحس الشباب أنه يتحرك تجاه الاستثمار في الزراعة طيب هنبدأ الخطوة منين طيب ما لازم حضرتك شكيت الريف لتطلق المبادرة دي أنا بوجه من هنا والله يعني ما فيش مانع هما بيسمعوا مننا كل المبادرات وكل الطلبات وبيتحملونا لكن خليني أقول لحضرتك هي مش منوط لها ده يعني هي مسؤولة عن توزيع الأراضي على الشباب رئيس ميلادي كهرباء تلخل ليه للا علاقة ولا وزارة الزراعة وشركة الريف وزارة الزراعة هي المفروض تشيل على عاطقة التنسيق ما بين كل الأطراف صاحبة الصلة لإنجاح المشروع أنا كم بأتكلم بأقول يعني لازم الشركات اللي تشتغل في المشروع دي يقول لها سابقة عمال ومسجلة في الوزارة سيبك وحضرك مكات الترخيص كل مرخص حط معايير يا فندم لكل شيء وعمل لجان وعمل رقابة وعمل رقابة وليجان بحيث إن ده المشروع من المستفادة مش هتكرق كل شوية ده المشروع كبير لازم كلنا نتكاتف ومش هنرجع نزرع تاني بالكيمويات ومبيدات اللي ضرتنا على مدار سنين طويلة لو دخلت للمعراض ما كناش عمرنا عارفينها نبدأ إزاي الحل لحضرتك لازم مزارة الزراعة تسمع مننا وتسمع من الناس اللي بيقولوها وتتفاعل مع شركة الريف بس يعني يظهر لها أي دور إلى يومنا هذا مفيش أي دور لوزارة الزراعة في المشروع نقول شركة الريف تقول لها تعالي نقعد ونشوف ونتكلم ونحط قواعد ونتفاعل ونتناغم مع بعض بحيث إن احنا كده مش هريد أن نتكلم كلام مرسل حضر بتتكلم كلام كويس وانا وغيرنا وخبرة كلهم بيتكلموا تب مين اللي هيسمعنا ده القيادة الساسية أولة اهتمام لمشروع من نفسه في الده لأنه مشروع قومي هنسيبه كده الناس روح تزرع أنت حضرتك الطبيعة الصحراء أنا جامدة جدا في منطقة المغرة دي هي الطريق نفسه اللي هم بطلوقتي ده طريق جامد جدا الألات الشغل الصحراء هول لازم منسيبش الناس دي لوحدها صغراء المستثمرين أنا حضرتك روحت هناك أول ما كان رصاد بدأت تنزل قابلت ناس طيبة جدا رايح في عربات مكروباس بيعين الدهب وبيعين مش عارف عندهم عشق يا فندم لأراضيهم عندهم إحساس من مسؤولية جاء وطنهم مين هيوجه ده حضرتك ده رايح مش عارف حتى يشل لا أحنا دلوقتي بنفتقد المشاعر دي أحنا بنفتقدها النهاردة بسبب اليأس اللي دخل قلوب الشباب وأهلينا من كتر مقاس يعني أنا من مكاني ده شفت مقاسي صعبة جدا جدا وشفت ناس بتتزقع على هجرة الأرض مش ناس بتتزقع على أنها توطد علاقتها بالأرض وتثبت لأن شايف حاجات فشلت هناك فخاف يفشل فناس بتتنزل عن الكرسات لما حددك شوف سمعت التسجيل الصوتي بتاعك في الواتس أن أنت بتشكري شركة الريف أن هي الكرسات المتعسرة ده ما جواها مع بعض كلام كويس جدا يعني ألف تحية الأستاذ عبير زملتنا في الإعداد هي اللي عملت التسجيل الصوتي وزفت البشرة دي لكل الشباب في المشور يعني شوف حضرك خبر حلو جدا بس طيب الناس دي اللي هتقل خبر حلو كمان يعني بيانم عن أن شركة الريف المصري لما بتلاقي مشكلة بالفعل بتدرسها وبالفعل بتوجد الحلول مفيش تعنط زي بعض الناس ما بتتخيل أن فيه تعنط كل ما بتقدر وتوصل لحل بتبتدي تقول أوكي لأنها نجاح المشروع من نجاحها خليني أستقبل أستاذ سعد من الجيزة أستاذ أسعد أهلا بك يا فنم عليكم السلام بوجه سلامي لمهند الدرجة بالعزاز أهلا بك وبسأل حضرتك بش مهند الدرجة عن منطقة المغرى وسؤالي منطقة المغرى ومنطقة الفرفرة حضرتك لينا عصدقانا وغدين ولينا في أرض المغرى الماء نسبة الملوحة فيها بتعدل لألفين جزء إلى سبع تلاف جزء فده من ناحة التصادية إيه اللي ينزلح فيها ويجيب السمار ويبقى ناجح ده من نسبة للأرض منطقة المغرى طبعا الأرض وعره مك جدا وفع صعوبة والأبار على عمكة عالي جدا زائد طبعا الملوحة عالية فيها مفيش محاصيل محاصيل خضر أو محاصيل سريعة إن هي ممكن تقدر تبطيلي العائد القريب في مسافة قريبة إن أنا أقدر أسرف على المزرعة إيه المحاصيل اللي أنا أقدر أشتغل فيها هناك تنصحنا بيها ده بالنسبة لمنطقة المغرى ومنطقة الفرفرة حضرتك لينا برضو فيها قطعة الأرض هناك المياه كويسة في مناطق فيها مياه أرضية عالية شوية فبرضو إيه المعالجة من ناحيتها وإيه أهم المحاصيل اللي تجود في منطقة الفرفرة حضرتك أعلم أن أنت لك باح طويل في منطقة الفرفرة إيه أهم المحاصيل وخاصة في الزيتون وإيه أنواع الزيتون اللي هي أجادة هناك وعملت إنتاج عالي بحيث أن كل اللي يروح يزرح هناك ما يرفش محاصيل أخرى مختلفة من الزيتون وطلع العائد نفسه بيبقى العائد مش كويس شكرا يا فندم أشكر اتصالك خلينا نقول نعيد مرة تانية أن نحن سابتك قلت أن منطقة الفرفرة بيجود فيها الزيتون وبيجود فيها النخيل بزوط وحضرتك حتى بترشح أن منطقة الفرفرة يطلق عليها اسم مدينة الزيتون بزوط توجه أن ده ده لسوة عطر حنورة أن أنا أخلي الفرفرة دي مدينة الزيتون ونبدأ نشتغل فيها شغل صح زراعة صح من الأول من الإنتاج حتى التسويق وفيه أصناف هناك طبعا زي ما قال البشماندس بتنجح هناك لازم ندرس الشركات اللي نجحة هناك نجحة إزاي والأصناف اللي نجحة لإني فيه أصناف مصالحة لطبيعة المناخ يعني فيه أصناف زيتون ما تنفعش هناك أو العائد الاقتصادي بتاعها مش عالي بتدي نموه خادر كثير ما بتديش نموه سامري فلازم اللي راح يزرع الزيتون عارف حتى الصنف كمالة لا يزرع وإيه فأنا برضو زي ما قلت حضرتك بطلق المفادرة دي لشركة الريف إنها تسميها مدينة الزيتون والنخيل ونبدأ نعمل شغل صح من الإنتاج حتى التسويق نعمل شغل صح في الزراعة نتعاون مع وزارة الزراعة زي ما قلتنا ونعمل جهاز إرشادي وأنا من خلال المنبر حضرتك أنا على استعداد كامل لتلقي أي استفسارات وأي دعم فني بدون مقابل خبرتي كلها وقاعدة لبنية اللي عملتها عمطية الفرفرة والمورة على استعداد لأي حد أي معلومات أي حاجة بدون أي مقابل لنجاح عملية الزراعة هناك وده دولي ودول الناس كلها وفي ناس مستعدة لكده برضو مش أنا بس في ناس عايزة تخدم لأن حسن المشروع ده في عرقيل كتير وعايزين نزقه ونخليه نجاح تسمح لنا يا فندم أننا نستعين بخبرات حضرتك في الرد على استفسارات كافة المستثمرين شبابنا في مشروع مليون ونصف الدين من خلال صفحة البرنامج نحن باستمرار بيجينا استفسارات كتير جدا يهمنا جدا خبرة عظيمة زي خبرة حضرتك على الرحب والساعة ويشرفني وإن أنا أكون جندي في المشروع ده وأخدم فيه في أي مجال وأنا الحمد لله فعلا على الصفحة بتاعتي بتلقى استفسارات وبوجههم صح وفيه ناس بوجهها كمان تزرع إيه ما تزرعش إيه لأن ده يعني حضرتك مال رايح يستثمر حرام إنه هو يصرف غلط وإني جي الناس يقول يعني أنا وزوجت لحضرتك أما رحنا هناك من 2010 اللي أنا مزارع مصرف عليها ملايين وفشلة ليه مدرسة صح ما اشتغلش بالأسراب علمي صح أنا خايف من برضو صغر المستثمرين اللي هم كل واحد فيه متصرف واللي بعدها بمراهط واللي بعد الجموسة تتخيل حضرتك لو وزارة الزراعة قامت بدورها في بس حتى الإرشاد لكل المستثمرين دون كان فرق إزاي في مجتمعنا كله طفعا حضرك لو ونلازم ننقل بقى جزء وزارة الزراعة هناك يعني ده المكاتب جنبه بعض وزارة الزراعة حضرتك بتشوفها إزاي تخش أي مكتب سبع تامن مكاتب جنبه بعض ما ننقل بقى هناك الصحراء ونبقى جنبه الحدث لو حضرك سمح لي آخر سؤال أنا عارفة أنا قطلت على حضرتك حضرتك بتشوف أن البنوك ممكن يكون لها دور في التوميل رغم صعوبة المجال والرزق العالي المخاطر العالية على المستثمرين أنا أقول لحضرتك البنوك دي مش بتاعتنا البنوك الأهلي دي بتاعتنا وبتاعت الشعب بس هي لها حسابتها برضو لأن القطع الزراعة المخاطر فيه عالية جدا بس طبعا المخاطر عالية نعمل إيه يعني فيه ناس زي ما حديك عالفة واخده تراصات كتير واخده قطع واللي مش هزرعوا القطع كلها الميتين وثلاثين فدان مش هزرعهم كلهم لين معهمش يمكانيات هناك لو كلمنا على الفرفرة موضوع الجاز هناك مكلف جدا عايزين طاقة شمسية استخدام الطاقة الشمسية موضوع الصلر مكلف هناك زي ما قلت لحضرتك استخدام الآلات هناك المسافة لازم ما حصيل فيه حاجات لازم دعم فيها من البنك أنا باقترح أن البنوك تعمل شراكة مع المتعسرين أو مع اللازل غير مقتدرين الشركة كبيرة عارفها تعمل إيه عندها الاصطفة بتاعها وعندها راس المال لكن البنك يقدم مبادرة الشراكة مع المستثمرين الغير قادرين على زراعة المزارع دي المزارع دي ويبقى البنك شريك معهم بحصة معينة بدل ما يقرضهم وموضوع الأقرض حضرتك عرفها فيه مخاطر معينة الناس بتخاف منه لكن لو عملوا شراكة بطريقة كويسة بصيغة كويسة يكون برضو شركة الريف لها دور فيها بشكل تنسيخ معين لا هيسقها كتل الإستثمار الموضوع البنك ده أنا بواجه برضو نداء هنا من المنصة دي إن البنك دي لها دور كبير في المشروع ده وأعيز القيادة وأوجه نداء للقيادة السياسية إنها تخلي البنك تعمل مفادرات زي ما قلت لحضرتك بشموانت سعطر حنورة بنفسه مرارا وتكرارا أينما تواجد في أي منبر يقدر يتكلم منه وينادي على البنك المصرية إنها تدخل في التمويل وده حصل وده على الملأ تدخل في التمويل لكن إلى يومنا هذا إلى يومنا هذا لا يستجيب لن يستجيب أي بني نجيبها بقى نجيبها من رضاء أوه سيد الرئيس بقى دي حاجة يعني هو لازم نضطر للجألون اسمحي لي يعني أوجه برضو نداء للشركات كلها اللي ذكرتها دي اللي هتقعد معها شركات الريف نعملوا خدمات للشركات دي يعني مثلا شركات الأسمدة والمبداية والبزور والطاقة الشمسية يقدموا خدمات للمستثميرين دون خدمات دي عبارة عن إيه؟ نعم مثلا نقول تسهيلات في الدفع نقول خدمات دعم فني لازم ننجح المشروع الناس دي تشتغل أكيد يا فن الناس دي تشتغل تقدم خدمات الشركات اللي هتشتغل هناك تبه لها سيفيو معين سابقة أعمال وتقدم خدمة لشركة الريف تقول لها والله أنا عايز أشتغل معاكي بالخدمات دي اللي هقدمها للمستثميرين وتعتمدها شركة الريف زي ما البنك اللي دور برضو شركات القطاع الخاص لها دور وهي اللي بتقوم بالعملية الزراعية لها دور بشكر حضرتك فندم شرفتيني وأتمنى أن وقت حضرتك يسمح أنك تكون موجود معين مرات عديدة معلومات وفيرة نتمنى أن نحن ننهى لمشاهديننا الكرام أهلا بيك بشكر حضرتك فندم شكرا جدا مشاهدين الكرام بعد الفاصل هيكون معانا أستاذ حميد مجاهد عضو مجلس إدارة ربطة الصحفيين هنتكلم عن موضوع مهم انتظرونا جدد التحية مشاهدين الكرام وبنرحب بديوفنا معانا أستاذ حميد مجاهد أهلا بيك يا فندم ومعانا كمان مشرفنا أستاذ هالة رفعت أهلا بيك يا فندم أعضاء مجلس إدارة ربطة الصحفيين الزراعيين شرفتوني يا فندم أهلا بيك طبعا شرف كبير لنا أنكم تعتمدوا على منبر من سيزرع المليون لعرض المشكلة القائمة في مجلس إدارة الربطة نبتدي نقول تأسست الربطة من إمتى وإيه المشكلات اللي ظهرت وبيترطب على المشكلات دي إيه بالنسبة لأعضب هو لو تكلمنا طبعا الأرض دي للأسف خدناها من وزارة الزراعة في التسعينات لكن العقد تم في ألفين واربعة ورغم ذلك لغاية دلوقتي المية مقنن المية ما دخلش للأرض عندنا يعني من التسعينات من أه يعني أعتبر لو حسبناها بشكل رسمي من العقد في ألفين واربعة جميل فطبعا غير المشكلات الداخلية بقى أن طبعا طبو كنت يعرف الأرض مكانها فين فين الأرض في مدينة السويس في مدخل نفق أحمد حمدي قبل النفق بثلاثة كيلو وهي في نفس الوقت بتطلع على طريق السويس اللي هو طريق القاهرة السويس وهي قريبة جدا من يعني النمو العمراني في السويس حي السلام جميل ومن التسعينات لحد النهاردة المقنن المائي مش واضح بالزبط وحتى الآن لغاية دلوقتي فيه مصرف لم يكتمل وفيه طبعا ترعة الشلوفة اللي هي مصدر الرأي عندنا لغاية دلوقتي فيها طبعا مشاكل برضو ما تحلتش يعني المفروض أن دي يعني شغل وزارة الرأي مع وزارة الزراعة يعني وحصل مخطبات ما بينكم ما بين وزارة الرأي ووزارة الزراعة وبدون جدوى آه يعني طبعا فيه مخطبات مستمرة يعني وإحنا طبعا يعني المفروض مشروع زي دوت ما يتأخرش كل التأخير ده لأن ده يعني مشروع حقيقة أولا بالنسبة لنا كأشخاص يعني وبالنسبة للدولة طيب ده بالنسبة للماء يا فنم طب بالنسبة للملكية المفروض أن فيه ترسيم للحدود بكرة مع جيشنا العظيم تمام خلينا نعرف الترتيبات إيه يعني أنتوا النهاردة أخذتوا الأرض ودفعتوا كامل المبلغ والملكية بتاعتها مستقرة ظهر فجأة أن فيه خطأ في ترسيم الحدود وأن المفترض أن الترسيم ده حيتم إعادته مرة أخرى وربما يهضر مجموعة من الأراضي اللي تم دفع تمانها بالفعل الررابطة خليني أفهم من حضرتك تواليس الموضوع وما يتراتب عليهم السلبيات هو طبعا الموضوع أصلا فيه أراضي مستبعدة من الأول من 2004 وده موضح في العقد أن فيه العقد دي تضمن 3500 فدان لأرض الصحفيين وتتضمن هذه المساحة مواقع ومستبعدات أربع مناطق مستبعدة وقرية فللأسف زملائنا اللي كانوا مسكين مجلس الإدارة قبل كده أمهم أسهمين المستبعدات وعملوا بيها عقود تعتبر دي عقود وهمية يعني وزارة الزراعة خليني بس أشعر الموضوع ده في تفاصيل كتير أخذها من حضرتك بمنطقة دقة عشان يكون أملاء في الطرح ترسيم الحدود اللي هيكون بكرة بإذن الله مع الجيش دي كانت أرض مستبعدة لكن للأسف مجلس إدارة الربطة أنا أتكلم عن حاجة تانية اللي هي الأرض المستبعدة يعني هو قالوا أنه ضمن المساحة بتاعتنا مواقع وأرض مستبعدة وقرية طيب الأرض المستبعدة دي معناها أنه ما كانتش ضمن الأراضي اللي الربطة أخذتها من وزارة الزراعة بالزبط وتعدت عليها وقسمتها وبعيتها لحضراتكم تمام كده كده مظبوط دي مسحاتها حوالي 250 فدان وتم باعها وتم استلام المحاضر بيها المبالغ منها وتعمل محاضر باستلام بالزبط ودفعت وتوتل التمن بتاعها تمام يعني مش توتل الأقصات المطلوب بالزبط جميل طب ده أثروا إيه على تقسيم الحدود بتاعت بكرة وتقسيم الحدود بتاعت بكرة خاص بحدودنا مع الجيران يعني اللي هو الموقعين دول الجيران اللي هم مين في النقر اللي هم القوات المسلحة آه طيب يبقى إذن إنه ممكن تكونوا مثلا حضراتكم خدتوا أراضي من خلال الربطة بدون ما حضراتكم تعلموا كأعضاء من أراضي القوات المسلحة ممكن آه وإنتوا ما تعرفوش فبكرة هيبان ده هيبان لأنه طبعا يعني إيه ما تمش فاصل حدود كامل حتى الآن فده بكرة إن شاء الله هيبان تخوفات سيتك فنن من المسألة تخوفات إنه طبعا فيه أراضي كتير المفروض إنها ملك الغير أو أراضي مستبعدة أو أراضي القرية اللي هي كان مفروض يتبنى فيها قرية للصحفيين الزراعيين للأسف الزملاء اللي كانوا مسكين مجلس الإدارة قسموها وعملوا بيها محاضر وللأسف المساحة بتاعت إسماعيلية والسويس تدوهم محاضر على بياض مختومة ختم النصر جاهز وبيوزعوا يعني ما فيش رقابة يا فنن ما فيش أي نوع من الرقابة من المقهة اللي بتراقب على الرابط يا فنن للأسف الرابطة يعني أنا كلمت الرقابة الإدارية قالوا لا إحنا ما لناش علاقة بالرابط فهما أنا قبل كده عملت قدمت بلاغ للأموال العامة وقدمت بلاغ للنائب العام واتحفظ ورجعت قدمته تاني فللأسف البلاغات دي تحفظت ما عرفش إيه السبب الحقيقي يمكن تحققوا يا فنن منها ولاقوا إن ما فيش تعدي لا ما اعتقدش يعني مش موضوع تعدي لأن فيه طبعا مخالفات جسيمة جدا منها أن الخريطة الأخيرة دي تم تزويرها أربع مرات ومعنا الخريطة الأصلية وتم كل الأراضي اللي على الترع خدوها من الناس ودوها لناس بس المعلومات دي على مسؤولية حضرتك مسؤولية دي أه أنا راصد الحاجات دي وعمل تقرير بيها أنا عدوا مجلس إدارة وقبل كده طلعنا تقرير والتقرير راصدين فيه كل المخالفات دي من واقع الملفات اللي موجودة المخالفات دي من مجلس الإدارة الأديم مجلس الإدارة الأديم الأديم وللأسف احنا يعني كنا دخلين على الأساس يعني نزيل أثار يعني المخالفات دي ففشلنا لأنهم لازالوا لغاية دلوقتي متمكنين إزاي هما خرجوا من مجلس الإدارة؟ ما خرجوش كلهم ما فيش اتنين جداد في المجلس اللي أنا ورئيس الرابط اللي هو أمين محمد أمين يعني لما تشكل مجلس الإدارة من جديد فضلوا برضو هما نفس المبنوع وطبعاً إحنا ده جينا في وقت متأخر جداً كانوا هما ستفهم كل حاجة أستاذة هانة قصر النغبطة الخاصة بالأراضي الزراعية وبعض الأمور اللي اتفضل بيها أستاذ حميد بعرضها كان على حضرتك عضوة والأعضاء الآخرين بإيه؟ إيه السلبيات اللي عادت عنكم؟ طبعاً سير السلبيات لأن أهم حاجة أن إحنا بدأنا في الأرض دين من سنة 94 94 حطينا فلوسنا حطينا آآ آآ آأ عملنا على الأرض دي آآ آآ تم التلاعب بينا ليه بقى؟ لأن في قطع أراضي كتير اتغيرت وتبدلت وفي ناس دلوقتي معهم عقود ومعهم محاضر تسليم ومعهم شأرض وبيجروا ورا حلم إن هما ليهم حق في الأرض هما دافعين فلوس إحنا دافعين مبالغ كبيرة إحنا عملنا بنية السية يعني احنا في قدمة القطع الواحدة خمس فددين واخدتوها على تقصيد على عدة سنوات لأ حضرتك احنا اخدناها بنظام غريب شوية والمفروض ان احنا بندفع تمانها الاول لأ هما دفعونا الاول البنية الاسية احنا دفعنا حوالي 24 مليون جنيه كبنية الاسية في حين انه ما كانش مطلوب مننا الفلوس دي في الدفع لسبب انه بنوجه بالعقد اللي بيننا وبين الهيئة مفروض البنية الاسية الهيئة بتطلبنا ديها الهيئة ما قمتش بدورها في البنية الاسية وطلبتنا بالمبلغ في التنمية الزراعية المفروض ان فيه مبلغ كده وطلبتنا دلوقتي يعني احنا المطالبة بتاعتنا تبدأ ان احنا ندفع اقصات الارض الارض نفسها تمنى الحقيقة على اقصات بعد وصول مية الرئي احنا المبالغ الكبير اللي دفعناها دي على مدى 23 سنة كلها راحت فيه احنا يعني افضل افضل 23 سنة عندي حلم شراء ارض واقدم وروح لكيان المفترض انه كيان على مرأة ومسمع كل الدولة وادفع الفلوس اللي مش مطلوبة اللي هي الخاصة بالبنية التحتية وبعد 23 سنة ماستلمش الارض ولاقي قطعة الارض التعطي حبرة على ورق مين مسؤول ومين حيسمعنا ويرد علينا ويوجد حل طيب اكمل مع حضرتك المشكلات اللي حضراتكم تعرضتوا لها يعني مجموعة منكم مع هالارض حبرة على ورق رغم انها دفع الفلوس لا وفي مجموعة معها الارض فعلا ممتاز لكن مش وصل لها مية لان ما فيش تنسيق ما بين وزارة الرأي ووزارة الزراعة وفي برضو بس لان فيه اراضي توزعت على طرع يعني هما دلوقتي اللي موجودين في مجلس الادارة الحالي هما نفسهم اللي موجودين كانوا في مجلس الادارة السابق وحصل يعني توزيع خاطئ في الارض يعني حصل زي ما قال الاستاذ الفاضل استاذ حميد قال ان فيه اراضي اتغيرت وتبدلت يعني حالك مثلا واخده قطع رقم واحد وعارفة ان هي في المكان دوت فحطينك قطع رقم واحد في المكان تاني خالص غير اللي انت استلمت عليه تمام وده القطع بتاعتك رقم واحد لانها ارقام على ورق بيتغير وفيش ارقابة حاسب بالزبط كده يعني فيه نموذج كنت عايز تكلم فيه يعني ده اصلا رقم ارضي 391 حسب الخريطة الاصلية كانت الارقام محطوطة عليها بالارقام الانجليزية ماهي الخريطة دي مش موثقة في حتة لو انا شارت رقم 389 وحطيت مكانه 390 مين اللي حاسبني والخريطة الاخيرة مش موثقة بالزبط فانا ما عنديش توسيك للخريطة ابتدي احاسب عليه واتحاسب عليه طيب ناس بتحقنا ازاي طيب خليني اكمل مع حضراتكم الاسر الناتج وما فيش اثر اكبر من كده يعني حلم يضاع ولقيت نفسي في الاخر ما عنديش ارض ودفعت فلوس مش المفروضة ادفعها هو فيه ارض بس الارض مش يعني انت حركت استلمتيها وقفتي عليها انا مثلا قطعة الارض بتاعتي اتبدلت بس مش مشكلة انا عندي قطعة ارض يعني في قطعة ارض بدلها خلاص انا موجودة عندي انا مش بتكلم على مشكلتي انا شخصية انا بتكلم على مشاكل ناس تانية الارض دي بقى فيها ورصة يعني حضرات المتخيلة 23 سنة اكيد طب هنرزم فيه اصحابها اكيد يعني طوفانهم اه طوفانهم فيه بالوقت ايتام بيدوروا على اراضيهم مش لقينها مش عارفين يوصلوا للارض بتاعتهم بالاضافة لكده كمان ان فيه قطع مش يعني فيه ناس ملهاش قطع بيدوروا على القطع بتاعتهم مش لقينها خلاص مع تبديل الارقام والارقام كمان مش بس مبدلة لا ده كل قطع ممكن يتحط عليها رقمين يعني الخريطة يبقى عليها رقمين واضح ان الموضوع مش مجارب مشكلة واحدة مشاكل كتير جدا مشاكل متعددة مخالفات عديدة لكن حضرتك اتفضلت واقدمت على ان حراك تبلغ عن المخالفات دي لكن بدون صدق تفتكر ايه السبب السبب صراحة ان انا انا عملت البلاغات دي قبل ما خش مجلس الادارة وبالتالي ما كانش المستندات معايا جاهزة النهار ده انا معايا مستندات خرايط معايا يعني تقرير ماضى عليه اتنين من المجلس الادارة القديم انهم قاموا بتغيير 24 قطعة هو اللي تم تغييرها 200 قطعة كل القطعة اللي على الترع والطرق الرئيسية تم تغييرها خدوها من الناس ادوها الناس انا من ضمن الناس دي مع حضرتك طبعا معايا الخرايط طب ما نقدم البلاغة على الهوى يا فاندن اوكي نقدم البلاغة على الهوى نقدم البلاغة خدلي لسا استقبل اتصل تليفوني قصد استاذة ناجوان مين الجيزة اهلا بيك يا فاندن فادي انا برضو في نفس المشكلة دي. انا واخد قطعة ارض. طبعا للنقابة الصحفيين والربط الصحفيين غير بقناة السؤال. من سنة 1999. العقد الدنيا عقد اتدائي بقطعة ارض رقم 587. العقد دا كانت بتاريخ 29.5.1999. فجئت في سبع واشرين واحد. 2015 بيسلموني محضر تسليم داخل الرابطة بتغيير القطعة برقمين. الدنيا محضر التسليم دا فيه رقمين. رقم 436 على 325 يعني رقمين ما لهمش عايز بقطعة الارض دي. هي خمس افدنة. الرقمين مختلفين اولا. رحت اشوف اتسليم على الطبيعة. او اقوله دي مش ارجي. ارجو الاتصال مرة تانية يا فندم. ملف واضح ان فيه يعني خلينا نقول التحقات هتاخد مجراها علشان ما ناخدش مكان حد ونجاوب بنفسنا. لكن ملف معقد فيه مشكلة كتير. فيه ناس تعرضت للظلم وضياع اموالها. فيه ناس تعرضت للنصب واسبدال اراضيها. فيه ناس مش عارفة السلم. فيه كمان مسئوليات من جهات صحبة الصلة زي وزارة الزراع وزارة الراي. انها تسلم المياه وتحل مشكلة المياه للمواطنين. لانه من 23 سنة لو كانت الاراضي دي زراع كان الحال بقى غير الحال. خليني اخو من حضراتكم البلاغ اللي حضرتك عايز تقدمه. وخليني نقول البلاغ على الهوى لان انا مضطرة اختم لان وقتي يعني دي. واوعد حضرتك ان انا اصدف حضراتكم مرة تانية بعد ما اتطمن على تأسيم الحدود اللي معاه بقى. ان شاء الله. هو يعني تلخيصا للبلاغ ده ان احنا اولا دفعنا مبالغ لتسويت الارض. والارض حسب دراسة معمولة الارض الصحفيين لا تحتاج الى تسوية لانها مستوية بنسبة 70% وطالما هتروى بالطنقيت او بالرش. فبالتالي مش محتاجة تسوية انا. خدوا مننا حوالي 12 مليون السموهم على بعض. وجابوا طبعا شركة تقريبا يعني ملهسة بتاعمال يعني دي حاجة. الحاجة التانية ان هم السمو الاراضي في ناس خدت خمسة فدان ورودة. ملهسة بتاعمال وما تعملش ومنقصة. لان انا يا فندم يعني انا نزلت على الارض. رحت شفت الارض وشفت فعلا انها ارض متساوية. مش جابل محتاجة تتساوى. واطلعت على الاحداث والمشكلات الموجودة وصراح الاعضاء وصراح المستفدين الغير مستفدين من الارض والسماسرة اللي موجودين وغيره وغيره من خلال صفحات الانترنت. لكن سريعا بلاغ حضرتك في نوص دقيقة. اه البلاغ اولا ان فيه في مبالغ تصل ل 12 مليون تم الاستلاق عليها تحت وهم تسوية الارض. ده جزء البلاغ التاني انه تم تزوير الخريطة المساحية وفيه 200 قطعة تغيرهم التخدم من ناس الدهم لناس تانيين. الحاجة التانية انه فيه طبعا يعني مخالفات عديدة كتير جدا يعني لا يتسع الوقت لذكرها ومستنداتها موجودة. طب خليني اوعد حضرتك اوعد حضرتك ان بعد ما نطمو ان ترسيل الحدود ما اضاش على حل مجموعة من المستفدين الغير مستفدين. يعني ده فعفرص المفروض يكونوا مستفدين بالارض ما استفدوش. طبعا من حق القوات المسلحة انها تعمل للحدود الارض بتاعتها. طبعا. لكن مش من حق الربطة انها تتعدى على اراضي مش اراضيها. وهنا الجاني مين هيحاسبه ده اللي احنا محتاجين نعرفه. وهنا المجني عليه منين ياخد حقه؟ باشكر حضراتكم وبوعدكم باذن الله ان هنتظر من حضراتكم التواصل معينا. الاتسادلال على الحطوات اللي احنا بننتظرها بكرة. وان شاء الله يكون من منبرنا هذا يكون في حل ويكون في منجدة للمسؤولين. يفتحوا ملف الجمعيات والروابط اللي خدت فلوس كتير بارقام ضخمة جدا على مدار 23 سنة. مش دي الجمعية الوحيدة انتظرونا في الحلقات القادمة. هنفتح مع حضراتكم ملفات فساد كتير الجمعيات والروابط. اشوفكم على الفقر. بحيط.